أهلا بحضراتكم من جديد شفنا أما وإن الأمور وصلت إلى هذا الحد يبقى نشوف كل واحد يتمسك بي بعضمة لسانه تعادل غير عادل الأهل والمصري تعادل سلبي في برج العرب غير عادل بالمرة هو غير عادل ليه؟ المسألة تملي نسبة قسة بالفرص وضربة الجزاء أو تسلل أو تلغل الجنو لكن قيادة الصفارة في تحقيق العدالة مش بس جوه منطقة الجزاء يا أستاذ إبراهيم لما لعيب يسال دمه لما لعيب يسال دمه بالمنظر ده هو الظار مش يتساءل إيه العواره؟ ممكن تبقى خبطة عادية يعني ممكن هو صدام طبيعي لكن لما إستدعكش وتشوف الدم ماهو الدم عاية ماشيه هات اللقطة الأول هات اللقطة أهي ده تعوير إزاي بقى؟ مين اللي قفض على مين؟ هات اللقطة تانية من اللي قفض على مين؟ ماشي ماشي هات اللقطة عشان نشوف الدم ده جيمنا إين؟ اللقطة البوكس ده مين اللي عواره؟ مين اللي طاروا عوروا اهو هو راح للجن ولا هو الجن ضربوا بوكس في وشه الفار ما سلعوش والحكم ما سفرش ايه اوضح من كده يا ناس يا ناس راعوا لمركم غير معقول اللي بيحصل ده ده الفار حتى ما حبش افهم ايه اللي حصل مين اللي اندفع على مين بوكس بوكس اتعور ازاي الراجل ده بوكس منه فيده في عينه ايه يعني ايه عايزين ايه بالزبط فضل ادي افشة بصوا جماعة الالتحاب طيب هنا الحكم ما شافش اللعب ده لما وقع اكتر من كده من وراء مين اللي لعب الكورة افشة يعني الجن ما يلعبش الكورة كورو حف في وشه كورو في وشه اهو كورو في وشه يا لجنة التحكيم يا اتحاد الكورة حرام عليكو اللي بيحصل ده المسائل ما تبقاش كده مش بالوضوح ده وبعدين اخر ماتش بيناق اللعيب اللي ديله النظار سأنا بس بصوا يا جماعة انت كحاكم التبسط عليك طيب انا البيه اللي في الفار معلش بقى لانه الفار شاف دم الفار شاف دم هل الدم ده جي من فراغ هو ده مشهد سينما يعني الدم ده ما استوقفش غرفة الفار ان تعمل مراجعة للقطة الدم ده سيبوا شوية والنبع عشان اللي عندهم دم يشوفوا الدم سيبوا شوية اللي عنده الدم ده اللي على الشاشة ده في مباراة كورة ده في مباراة كورة ما تحسبتش فاول ده في مباراة كورة الناس اللي ما عندهاش دم ما شافتش الدم غير معقولة بالمرة الراجل اللي في فار في الفار شاف الدم ده كله وما راجعش اللعبة طب يديني تفسير الدم ده جي منين اوكي مش فاول الدم ده مصدره ايه عارف لو افشا اللي نطع انما ده الجن طاير وملعبش الكورة الدين تفسير الدم بتاع افشا ده جيب مين عبدالعجيز بيه السيد اللي قاعد على الظار هتراوح تنام عادي كده هتواجه اولادك تقول لهم ايوة الله انا شفتها ومرضتش هنبه هتقول ايه كان زمان يتقال على اي حاكم مش عايز يصفر اقول لك هو مش هصفر اللي لما شوف دم طب ما هو شاف دم ما هو شاف دم بجد لا بس افشا بيمثل يعني الدم ده مصدره ايه لو ما حصلش التحام بالعنف ده والضربة ديت الدم ده جيب مين وانت كمان وانت كمان اصلا ما حصلش ان انت لرجعت الفار ولا الحكم ايه دي اللعيم خمطة فش افشا هو اللي لعب الكورة يعني مش ممكن يا اخوانا حرام عليكو اتقوا الله هتزعلوا وانتوا تقولوا ان احنا اللي بنتجاوز لا مش معقولة انك يعني تبقى انت الجاني وليقول ايه هو لغلطان طبعا 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 احنا انت عارف الناس ايه اللي مدقيقها خايفة من السيناريو ده ما هي هي لما اليوب وشايفين ان التحكيم عامل ايه معاك وشوف تضيع الوقت ماشي معاك ازاي وشوف ايه اللي حصل ده 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 الولد الجون اتكسب من نفسه اتطر يعترف هيجي هيجي انت بتتكلم يا يا ابراهيم ان الناس يعني خلاص وصلت طب هقولك ايه يعني دي مرحلة يمكن السكوت عليها يمكن السكوت عليها لما نصل اليها هذا الحاج يا استاذ ابراهيم هتجيب لنا حاجة انا هعلق عليها بعد كده هربطها بالاحداث اللي احنا بنشوفها عندنا طيب يعني يعني بصوا لفار راجع ولا حاكم انتبه يعني يعني فقط اكتفوا انه اولا افشل للعب الكورة طيب التاني ايده كملت في وش افشل جابت دم بهذا الشكل نفسي اعرف بس الرجل العب عزيزي الساد في غرفة لفار شاف دي اولا فكرة الحاكم بقى لانه بصراحة لما لجنة التحكيم اللجنة لما الكابتن احمد ابو العلا وكابتن توفيه الساد اللي بعينه الحكام على فكرة يا ابراهيم واحمد ابو العلا ابعد علشان التدخلات والاماءات والاملاءات والتلفونات اللي بتجيله اللي بينفز بها المطلوب ابعد اسبوع واحد وحصل الضغط عشان يرجع احمد ابو العلا يعين الحكام تاني فتكون النتيجة انه بعد ما الزبالك عدل امبارح لا لازم ان ننفرمل للاهل باي شكل الشكل ازاي الرجل الحاكم ما حصلش ابدا انه حكم اي مباراة للاهل انتم متخيلين يعني الاهل والمصري مباراة متوترة مباراة هي سوابك كتيرة مباراة اصلا ملعوبة ببرج العرب لاسباب كتيرة ما دخلش ابدا في ذهن لاي مسؤول على اللجنة ان انت تجيب لها حكم دولي فلما تجيب تجيب حكم وليد عبد الرازي من منطقة الاسماعيلية يعني هو الراجل من الاسماعيلية تجيبه المباراة لفري بور سعيدي على سوابك كل اللي حصل هل ده اختيار فيه بتعريفة سنس ولا سياسة ولا مسؤولية اه فيه فيه توجيه ده اختيار نموذجي للمطلوب اولا ان للمطلوب ثانيا لما يحصل مشاكل كما لا هم عارفين ان حيحصل مشاكل منه يمكن بهدوء جدا اللي طاحب حاش يحس